سبيل الفتى القاصر ميمنون من بين الموقوفين الأربعة في قضية اغتصاب فتاة قاصر قد نفذ أما الثلاثة الباقون فما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق والدعاء النيابة العامة الاستئنافية لم يقدم بجرم الاغتصاب بل بجرم مجامعة قاصر استنادا إلى إفادة الفتاة حسب المواد 534 عقوبات التي تنص على أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة والمادة 505 الفقرة الأخيرة عقوبات مفادها أن من جامع قاصرا عقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبعكس ما تم تداوله أن القاصر موقوفة على ذمة التحقيق فإنها في إحدى دور الرعاية الاجتماعية تقدمنا بطلبات إخلاء السبيل يوم السبت يوم السبت الأرضي لم يكن موجود لهو الرئيس ناجد احتها بيجي اليوم التناني أنا تفاجأت قبل ما ينعرض طلبنا على قاضي التحقيق على بقيس دحداح وقبل ما يأخذ خبر فيه بيطلع أنه إسا شوية حيعملوهم أنه طلعوا على البيوت بالتالي في مادة بالأصول الجزائية بأنون أصول محاكمات الجزائية المادة 113 بتشير على أنه إذا كانت المواد الملاحق بها الشخص المدة عليه عقوبة لا تتجاوز سنتين فيحق للموقوف المدة عليه بعد مرور خمسة أيام من تاريخ توقيفه أن يتقدم بطلب إخلاء سبيل إخلاء سبيله وبحق معنى بحق أنه بدون كفالة أنيابة العامة دعت على عامة الفتاة التي مثلت أمام القضاء بتهمة التحريد على الافتراء بجرم الاغتصاب وأرجئت الجلسة حتى الخميس المقبل وأصابع الاتهام بحسب المحامين موجهة إلى زوج العامة المتهم بسفاح القربة بطالب ضمن التحقيق وفي شيء موجود بمضمون الاتصالات لجابة بين البنت وبين الشباب أو مضمون الاتصالات لجابة بين البنت والزوج عامة البنت وأكثر بها ما فيني أعطيه فعلا الأب ما تدعون كيكون أسأط حقه هذه النقطة مني كثير متسبت منها فيما يتعلق أنه جد هو بدو الدعي الجد لحتى يكون عنده ولاية جبرية لابد لولاية جبرية بين قوسين لابد هنا من إصدار قرار من المحكمة الشرعية على عدم أهلية الوالد وبالتالي إصدار قرار بالحجر عليه ما زاد الحدث مأساة وفاة والدة أحد المتهمين إثر سماع خبر تورط ابنها في هذا الجرم ابني واحد لا يدخن ولا شيء ويسأل الشرع صلي خمسين سنة مثل البناء ويلعب القول للبيت لا يشغل له في خضم هذا الأخذ والرد القرار الظني هو من يحدد الفعل الجرمي لكل طرف ويحسم وجهة الحق ليبنى على شيء مقتضاه روانت أبو خزام قناة الجديد